هل هو الحل الوحيد اللي انا اجيب منه في الحقيقة لا ولكنه الاشهر او الاكسر شيوعا في اوبشنز تانية زي ان انا مثلا كشركة ممكن اعمل لنفسي بس على صغير شوية ده اللي احنا بنسميه الاب كاتالوج فالاب كاتالوج هو ولكنه صغير على الليفل بتاع بتاعتي فقط او على بتاعتي فقط بعمل ده ليه بعمل ده لو انا عايز احط احط مجموعة من على بتاعي انا بس اللي هو انا ساعت بقول عليه الزغير بتاع بتاع بتاعتي بس او بتاعتي بس او اللي احنا بنسميه فانا بحط مجموعة ديت موجودة في بحيث اي يحتاج ان هو ويتعامل مع الابس دي يقدر يعملها او يتعامل معها براحته. طبعا الابشن ده بيبقى واحد من اهم لو انا فلو انا يعني انا اللي بقى عمل للابس فابقى محتاج ان انا حط بتاعت دي على حاجة اسمها الاب كاتلج. كل بيبقى ليها وده الطبيعي وده اللي كلنا محتاجين ان احنا استادموه ولكن بنوع ما محتاجين حاجة اسمśها الى متعرفوش وناس كتير جدا ولاسك ان الوبشن ده موجود مسلاً بلاقي ان انا ده delta tenemos الهوما في кстати ايه متعرفوش وناس كتير جداً محتاجة وما تعرفوش سي ست��فاء مكانت مشابه wanna تنت بالكامل زي ما احنا شايفين كده في ال implication عليها حاجة اسمها تننت اب كاتالوج ده على وده اللي احنا بنبقى محتاجين. ولكن لو انا مسلا فانا اللي ببلد الابس بتاعتي. طبعا اشان ابلد الابس دي. لو انا عملت على مستوى التننت على طول فبالتالي كل موديفكيشن هعمله هيسمى عند كل اليوزرز في التننت على طول ودي مشكلة كبيرة. لاني محتاج لسه اعمل له تاستينج. فادوني هنا في افصي سيكس فايف الابشن ان انا اقدر اعمل سايت كولاكشن واقدر اعمل حاجة اسمها سايت كولاكشن اب كاتالوج. ده اب كاتالوج معمول على سايت كولاكشن معين. ده علشان اقدر اعمل عليه فاقدر اتست الابس بتاعتي بشكل طبيعي قبل ما اعملها على مستوى التننت. فالطبيعي ان احنا عندنا التننت اب كاتالوج ودي كل اليوزرز بحتاجوه. ولكن لو انا صوفت وير هاوس. فبيبقى عندي حاجة اسمها اسمه الاب كاتالوج ده على لافل السايت كولاكشن. اللي احنا بنسميه سايت كولاكشن اب كاتالوج. اقدر اعمل للابس بتاعتي عليه. واول ما عملها تاستينج. واتأكد ان هي بشكل وبشكل مناسب. الحالية دي اقدر اعملها على التننت اب كاتالوج العادية بتاعتنا. تعالي بقى نشوف مع بعض ازاي نقدر نكريت اب كاتالوج على لافل التننت بتاعتنا. فهاجي هنا في الشيربوينت ادمن سنتر. هخش هنا على الابس وهقول له اوبن. هلا في حاجة اسمها اب كاتالوج. في بتاعه بيقول لي. ما ينفعشي اعمل للاستور ابس. الا ما بقى عندك بديل. الا ما بقى عندك الاب كاتالوج بتاعك البديل بتاع الشيربوينت ستور. في اما تستخدم الشيربوينت ستور. يا اما تكريت اب كاتالوج. وفي الحالة دي من حقك ان انت تتعمل لشيربوينت ستور. كلام بي ميك سنس. فخش هنا على الاب كاتالوج. في اولي there is no اب كاتالوج. سايت كريتت فور يوربتان انت. انت في الحال ما عندكش اب كاتالوج. ايه رأيك? تحب اكريت نيو اب كاتالوج سايت? ولا انتر يو ار ال فور ان اكزيستنج اب كاتالوج سايت. يمكن انت عندك اب كاتالوج وانا اي كانت ريتشيت. فلو انت عندك اه اه اب كاتالوج اديني اللي بتاعه هنا. لما عندكش تيجي نكريت مع بعض نيو اب كاتالوج سايت ده الاوبشن اللي احنا نختاره. يقول له اوكي. اسمه ايه? فانا هسميه ماي تننت اب كاتالوج. لو تلاحظ ان هو بيقول لي هنا كريت اب كاتالوج سايت كولاكشن. الاب كاتالوج سايت كولاكشن واضح ان هو معمول هنا في وكمان واضح ان انا بتعامل كسايت عادي. يعني هو في الاخر هو سايت عادي جدا. ولكن هو التابلت بتاعته هي اب كاتالوج ولكنه في الاخر هو نورمال سايت كولاكشن. فانا سميته ماي تننت اب كاتالوج. الويب سايت يو ار ايل فهسميه برضو هنا ماي تننت اب كاتالوج. طبعا ما يفضلش في الاسامي ان انا حط الاسامي طويلة بالشكل دوت. ولكن انا باضطر اعمل كده في السيشن معاكم عشان نقدر نحط اه اسامي مميزة نقدر نتعامل معها. فسيلاكت الانجوتش انا الادمنستريتر هحط الادمنستريتر. والسيربر ريسورس كوتا هحط العشرة الديفولت. الاب كاتالوج بتاعي كده خلاص كمبليتد وبقى موجود وفعلا كرياتد. هكليك عليه. ليه بيقول لي سايت كولكشن بروبرتيز. هكليك عليه برضو. على اليو ار ايل. هفتح لي ماي تننت اب كاتالوج ده الاب كاتالوج فعلا بتاعي. اللي احنا لسا عاملين بكاريشن. لو جيت بصت هنا في اللي هي في حاجة اسمها افتح ديض. هلاقي هنا في مكان اقدر ارفع في كل الاب اللي انا عايز ارفعها على التينات بالكامل على التينات. وهنا الابس فور اوفيس سري سكس فايف ان جنرل. ولكن هنا الشير بوينت ابس اللي احنا الفوكس ده على الشير بوينت يعني. فقدر اجي هنا اقول له ابلود واختار الفايل اللي انا عايز اعمله ابلود براحتي جدا من اي مكان عندي على الكمبيوتر وانس ان انا عملت له ابلود خلاص هيبقى الابليكيشن دوت ردي وجاهز انه هو على التينات بالكامل. بعد ما ارفع الابليكيشن دوت لو جيت على اي سايت من اللي انا عملهم. وليكن دوت مسلا. اقدر اجي اقول له من الجير هنا وهنا هيبتدي يزهر عندي الاول مرة اللينك اللي اسمها هنا هنا ظهرت ليه? لان انا بقى عندي خلاص خاصة بالتيننت بتاعتي. فعشان كده اجي اكليك عليها المفروض هلاقي فيها الابس اللي انا مجرد هختارها وخلاص يبقى كده انا فعلا استغرنتها. ولكن انا عشان ما رفعتش عندي عشان كده الليست دي ظهرة فاضية. وبالتالي ابليكيشن هنا هقدر اتعامل معي عادي جدا كما لو كان جايبه من على ال SharePoint store. اشتركوا في القناة